ليس شرطاً أن يتعلمت جميع لغة الإشارة بقدر ما يجب أن تمنح هذا الطفل كامل حقوقه عبدالله علي العبيدي واحد من مئات حالات الصم والبكم بلا حقوق مشروعة نموذج يمكن أن تستدل من خلاله على أهمية اليوم العالمي للغة الإشارة هنا في كاركوك يستثمر علي العبيدي اليوم الدولي هذا ليروي لنا قصتهم مع الدوائر المعنية بحقوق الصم والبكم عامان من المراجعات والتدقيق والانتظار الطويل كل ذلك لأجل أن يحصل على 150 ألف دينار شهرياً مرة من المرات سأراجع على مدراتب ما المعين إليه قلت هذا حق أباطر عقبة يكبر ويجوز يعتب علي بالإشارة يقول لي أنت صوتك ليش ما سجلتني أو ليش ما طالبت بحقوقي فبيوم من الأيام خدت وطلعت عبالك دا أطلب فتشي تبير دا أطلب ملايين للعلم حقوقها ما تطلع 175 ألف دينار اللي هو حقه هذا الشرعي فطبت سويت فايل وكتبت الاسم والرقم التليفون هذا هو الفايل اسمه أحسكم مشمور على يعني ما عرفوا بيعرف مشمور ولا ألا حق ولا ألا راتب ولا ألا شي يمكن هاي الحالة اللي دا سوال فاني أكو آلاف مؤلفة مثل الحالة عبدالله ابني الطفل عبدالله واحد من بين ثلاثة أطفال والدهم يعمل ناشضاً في سوق الإعلانات التجارية على صفحات التواصل الاجتماعي ولكم أن تتخيلوا أن شخصاً مؤثراً في وسائل التواصل لا يمكنه إيصال معاناة ابنه فما بالكم بحالات لم يعرف عنها المعنيون شيئاً هاي الطبقة محتاجة لكم أنتم مسؤولين عليها أنا بالنسبة أي البيدي سويته رحت راجعت سويت فايل شا سوا ابني ما يسمع ما يحتي أريد حقوقه بقت يمك أنت أنت وقفت معاملته أنت قطعت رزقه أنت قطعت الراتب عليه أنت ما خصصت لمنزل مني كبار قطعة قاع أي شي هسه ممكن أنت تبعه وقت قول هاي جدي يحتي لا في كل دول العالم لهم حقوق أنا صديقي خابرني من ألمانيا يقول لي تعرف هذا ابنك ما يسمعه ما يحتيب ألمانيا أنت وعائلتك قاعدين براتبة بس يخصصوا لك التموعين وراتب وكذا وكذا الثالث والعشرون من أيلول سبتمبر هو اليوم الدولي للغة الإشارة تم اعتماده دولياً وهو التاريخ الذي أسس فيه الاتحاد العالمي للصم والبكم ذكر عسى أن تنفع الذكرى عبدالله العامري قناة الفلوجة كاركوك